يعني زي ما كان محمد بيتكلم في البداية ولنا في رسول الله أسوى حسن أكيد أعتقد أنه شخص يلتزم بوعد ده ليه أداب لأنه صعب جدا إيه أداب للتزام بالوعود أو بالعهود في البداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد هو خلينا نفهم كلنا وندرك كلنا إن الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد هو قيمة إنسانية في الأساس جاء القرآن الكريم وجاءت الأديان السماوية تؤصل هذه القيمة في نفوس الناس لأن القيمة ده مبني عليها تعايش الناس في المجتمعات مبني عليها تعاون الناس في المجتمعات مبني عليها وجود الأمن ما بين الناس وبعضهم في المجتمعات علشان كده نجد القرآن الكريم بيؤكد ويؤسس لهذا الأمر في آيات كثيرة في القرآن الكريم نجد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الحكيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ويؤوذ رب العالمين سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يجب على كل إنسان أن يفهم إن الكلام اللي هو بينطق به مش مجرد ملء فراغ وإن هو لما يتكلم بكلام الكلام ده كده بينطلق في الهواء سدى لا ده الكلام اللي هو بينطقه ده مؤاخذ عليه ومحاسب عليه ومسؤول عليه أمام الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وخاصة إذا كان القول ده متعلق بعهد إذا كان متعلق بوعد رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود رب العالمين سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما وصفوا بصفات كان منها وإبراهيم الذي وفى أي وفى بما كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة وبلاغ الدين ربنا سبحانه وتعالى لما يمتدح سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي يبقى يجب زي ما تفضلت الأستاذة من الآداب المهمة جدا إن إحنا نفهم إن مسألة الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعهد ليست مسألة بعيدة عن الدين ده هي مسألة من أساس الدين مسألة نبه عليها القرآن الكريم وهنا ملمح مهم جدا برضه الدين في حياة المسلمين ليس قاصرا على الشعائر الدين ليس قاصرا على الصلاة وليس قاصرا على الصيام أو الزكاة أو أداء الحج أو غير من الشعائر العبادية للإنسان ممكن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الحديث نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن العهد نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة شيخ أحمد جميل جدا حضرتك استعرضت لنا دلائل الوفاء بالعهد في الخطاب القرآني وكمان في الخطاب النبوي الشريف لو اتكلمنا على أرض الواقع الناس والحياة لأنه بنشوف مع إقاع الحياة المتزايد والضغوط الشديدة حد يكون وعد حد بحاجة معينة أو التزم فيقولك أنا تحت تأثير ضغط ما وضغوط الحياة الاقتصادية والإقاع اللي أنا عايش فيه ويتهرب من هذا العهد أو هذا الوعد لأي مدى بتشوف هذا السلوك بمنظور ديني والذرائع الخاصة أنه الدنيا يعني بتبقى صعبة على الواحد وغيره كأنها ذريعة لعدم تحقيق الوعد أو العهد خلينا نقول أن في بعض الأحيان بتكون دي ذريعة فعلا وفي بعض الأحيان ممكن يكون الإنسان يعني مغلوب على أمره أو ليس في وسعه أن يفع بعهده عشان كده كمان ممكن الإنسان يلزم نفسه بالتزام ديني ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني تحدى رب العالمين سبحانه وتعالى لما امتدح المؤمنين في القرآن الكريم قال يوفون بالنذر وهو النذر ده بيبقى إنسان عاهد الله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا ما ممكن الأمر ده بيكون أمر مادي ممكن يكون أمر معنوي ممكن يكون مساعدة يعملها ممكن يكون عبادة هو الإنسان كلف نفسه بيها فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ولكن في بعض الأحيان قد يعجز الإنسان فعلا عن الوفاء بهذا النذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا أتاه طب إيه بقى موضوع الذريعة هل ممكن الإنسان بقى يتذرع ويعمل بقى الضغوط الحياة وأن يعني الأزمات والمشاكل والكلام اللي زي كده يخليها بقى الشماعة اللي يعلق عليها عدم الإرادة الداخلية عنده إن هو يوفي بهذا العهد أو يوفي بهذا النذر أو يوفي بهذا الوعد تعالوا نخلي السنة النبوية الشريفة يرد علينا رد مهم جدا في المسألة دي ما فيش أصعب من إن إحنا نبقى في معركة في غزوة بدر ومحتاجين لكل رجل من الرجال ومحتاجين لكل مقاتل من المقاتلين إن هم يبقوا معنا في أرض المعركة اللي حصل إن سيدنا حذيفة بن اليمان وكان معه أحد صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حبوا يهجروا من مكة إلى المدينة وكان دا بعد هجرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم مشيين في الطريق مسكوهم الجماعة بتعمك قريش مسكوهم أبضوا عليهم هم في الطريق سألوهم كده إنتوا رحين فين فقالوا لهم إحنا رحين المدينة فقالوا تقصدون محمدا فقالوا لا نقصد محمدا وإنما نقصد المدينة إحنا مش رحين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما غاية ما في الأمر أن إحنا رحين المدينة فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله مع قريش فلما ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان با يقول كده أنه ما منعني عن بدر إلا عهدا عاهدته مع قريش إنه هو بقى لما رح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سألوا يعني لما وصلوا فحكالوا لإيه فحكالوا الواقعة ده كان في غزوة بدر يسئول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نوفي بعهدنا معهم ونستعين الله تعالى عليهم لبأ أنتوا زي ما عهدتوهم أنتوا هم في موقف شديد محتاجين فيه كل راجل محتاجين فيه كل مقاتل محتاجين كل مساعدة من كل جندي يقولوا نوفي بعهدنا معهم لا تقاتلوا ونستعين الله تعالى عليهم ما فيش أصعب من كده فيبقاش البقى الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميسر الأمور وهو يوجد من عندي نفسه ذرائع يتلكأ عليها ويخليها هي الشماعة اللي تقعدها عن الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعهد شيخ أحمد دي ممكن الناس شوية ما بتبقاش مدركة قيبة الكلمة زي ما حضرتك قلتها ومش فكرة بس وفاء بوعد يعني أنا هعمل كذا أو هنفس كذا أحيانا الصداقة بتبقى وعد وعهد أحيانا العلاقات بتكون وعد وعهد الناس ما بتبقاش شوية مدركة أهمية هذا النوع من الوفاء بالوعود والعهود هذه القيمة نفسها الإسلام إزاي بينظر إليها يعني إن شاء الله حضرتك أخدت الموضوع من على الثاني يعني فعلا الوعد والعهد مش مجرد كلمة الإنسان يقولها بس العشرة وعدوا عشان كده حتى الناس يقولهم إيه يا أخي بحق العشرة اللي بيننا العشرة اللي بيننا دي مثلا أكدناها وعد أكدناها عهد نقول كده العشرة وعد الأخوة عهد الصداقة عهد العلاقة الزوجية ما بيننا الرجل وزوجتي دا عهد يعني كل أمر من الأمور اللي بتكون عند الإنسان نوع من الانتمام وهو دا كمان يعتبر وعد ويعتبر عهد الإنسان أو الولد مع والديه مش محتاج إن هو يأخذ على نفسه عهد ولا وعد علشان يكون به مبار مثلا فزي ما حضرتك فضلت كل شيء عند الإنسان ربما الصداقة أو الأخوة أو 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 من كل هذه القيم تعتبر في حد ذاتها عهدا وفي حد ذاتها وعدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا أعلى في هذه المسألة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وهو كان يتعبت في غار حراء وجاءه الوحي صلى الله عليه وسلم ونزل من على الجبل ونزل من الغار وهو يرتعد من كان في استقباله وأول من استقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولما وجدت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو على هذه الحالة من الخوف أمنته وواسته وهدأت من روعه وقالت له كلاما أدخل على قلبه الطمأنينة والسكينة قالت دثرين دثرين نعم قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر كلمات دي نزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وسكينة نخلي الأيام تروح والزمن يمر وتنتقل إلى رحمة الله تعالى ورضوانه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها من النساء كثير ويجي حب نسائه إليه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول السيدة عائشة إبقى تقول والله ما غرت من أحد من النساء كما غرت من خديجة ولم أدركها يعني هي ما شفتهاش يعني في الوقت اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام متزوج فيه من السيدة عائشة كانت السيدة خديجة انتقلت إلى رحمة الله وما كانتش يعني ما كانتش معاها في الوقت ده طب هو ليه بقى ليه بذغير من السيدة خديجة وهي ما شو موجودة من شدة وفاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرى السيدة خديجة لما يذبحوا ذبيحة يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي منها إلى صاحبات خديجة نوع من الوفاء للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه تيجي مثلا في موقف من الموقف اللي فيها غيره تغار السيدة عائشة رضي الله عنها وتذكر السيدة خديجة بنوع وتقول يعني أبدلك الله خيرا منها فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها وفاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قيمة الوفاء والالتزام بالعهود ليست فقط قصرة على المسلمين فقط لأنه حتى في كثير من المواضع في القرآن الكريم أو حتى في السنة النبوية الشريفة هناك حثة على الالتزام والوفاء بالعهود مع غير المسلم حتى مع المشركين أو مع الكفار أو من ليس على ملتي ده برضو يضرب مثال على عظمة وقيمة هذه القيمة اللي هي الوفاء والالتزام بالعهود فخلينا نقول أن الإسلام يربي سمتا عاما للأمة إن مفروض أن الأمة دي أمة مسلمة فهي أمة تحفظ العهود هي أمة تحفظ العقود هي أمة تحفظ الوعود ده علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لسيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر بالتحديد وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين معناها إيه كلام ده يعني أمة ليست على دين الإسلام وبينهم وبين المسلمين عهد ربما يكون فيه قتال سابق أو كلام زي كده وبعدين بقى فيه عهد بالأمان وبقى فيه وعد خلاص إنه بقى فيه سلام بيننا وبين بعضنا وإما تخافن من قوم خيانة إذا خفت إن هم يخنوك وأصبحت الشواهد بتقول إن أغلب الظن إن هم هيخنوك فأعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقضى خلاص علشان نكون في حل إن إحنا نتخذ لنفسنا الخطوات والإجراءات اللي تضمن سلامتنا واللي تضمن أماننا واللي تضمن سلامة بلدنا ربنا سبحانه وتعالى ينشئنا على هذا ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لا يرح رائحة الجنة من قتل معاهداً أصل العهد ده يعني بقى فيه عهد يجب الالتزام به ويجب الوفاء به وطالما أننا خنا العهد فهذه خيانة لعهد الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنها الله ولا يرضى عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوخ أحمد لماذا نظر الإسلام للوفاء بالوعود والعهود يعني هذه النظرة الكبيرة والنبيلة لماذا يعني ممكن زي ما حضرتك قلت شخص يعطي وعدا أو يقطع عهدا بس ما يقدرش يعني حصلت ظروف ما قدرش أنه ينفذ هذا الوعد أو حتى يمكن هو مستهتر بهذا الوعد أو بهذه الكلمة ليه الإسلام كان حريص على فكرة الوفاء بالعهود والعهود يعني تأثرها إيه على الشخص اللي أعطى الوعد وأيضا تأثرها على الشخص الموعود زي ما حضرتكم ذكرتم في بداية الفقرة مسألة الثقة ما هو إذا فقدت الثقة بين الناس الناس هيتعاملوا ما بينهم وين بعضهم إزاي الوفاء بالعهود يبني الجسور كبيرة من الثقة ما بين الناس وبعضهم بناء على هذه الثقة ترتب عليها المصالح ما بين الناس التعاون ما بين الناس الأخذ والعطاء ترابط نوع من المواد ده فيه أمان ما بين الناس وبعضها أما إذا ما كانش فيه وفاء بالعهود يبقى خلاص إحنا هنتعامل مع بعض إزاي نبدأ بقى نبني على فكرة إن إحنا ناخد على بعض ضمانات وكلام زي كده ولكن هم طريق طويل ولا ينتهي نقدر إن إحنا نقصره وإن إحنا نبني الجسور الثقة دي بقليل أو بالتزامنا بمسألة الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد إذا التزمنا بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر